فيما تخوض القوات العراقية المشتركة حملة كبيرة لطرد داعش من نينوى تكررت التحذيرات من خروق أمنية في محافظة صلاح الدين التي تسيطر عليها القوات منذ أكثر من عام محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري أفاد بأن داعش شن هجمات متكررة على مناطق شرق دجلة وقضاء الدور في شرق صلاح الدين ورغم أن قوات الأمن أحبطت هجمات متكررة لداعش في تلك المناطق خلال الفترة الأخيرة طالب المحافظ رئيس الوزراء حيدر العبادي بتدخل سريع لأن الوضع هناك أصبح خطيرا حسب وصفه أما النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمر فأفاد بأن مناطق من قضاء الدور تعاني من انهيار أمني تام منذ أكثر من شهر وتعرضت لخروق أمنية مستمرة منها تفجير منازل المدنيين إضافة إلى نزوح عائلات بعد تراجع الوضع الأمني وتفاقم دور الجماعات المسلحة وكرر الشمر الدعوة إلى تدخل العبادي بشكل فوري وشخصي لإيقاف حالة الانهيار الأمني شرق صلاح الدين خوفا من تدهور الأوضاع وتعرض المحافظة بأكملها لانتكاسة أمنية خطيرة حسب وصفه قاسم حميد العربية شكرا شكرا